يعني أعتقد العلاقة دائما هي من تنقذ هذه العلاقة هي واشنطن يعني هناك توتر حقيقة وهناك غضب حتى شعبي وهناك غضب حتى من قوة سياسية ومن حتى أطراف رئيسية في الحكومة من تصرفات واشنطن لحيث هي تنقذ دائما أي اتفاق وضرباتها تؤكد أنها لم تلتزم بأي اتفاق مع الحكومة العراقية بالتأكيد أنا ذكرت أن هناك عملية تسويف ومماطلة وهذه المماطلة أعتقد هي ليست في صالح الجانب الأمريكي أعتقد هناك مهلة أعطيت للحكومة العراقية من أجل جدولة خروجته كالقوات وأعتقد العراق المصور وأعتقد كان هناك تصريحات حتى للسيد السوداني بأنه لا حاجة فعلية لوجود تلك القوات العراق وبالتالي وجودها هو يخدم فقط المصالح للستراتيجية الأمريكية وليس مصالح العراق وبالتالي أعتقد نحن كعراق كحكومة وكدولة عراقية لا تريد بقاة تلك القوات رغم اعتراضات بعض مكونات الشعب العراقي يعني متبثل بالقوة بعض القوة الكردية وقوة السبنية ولكن هذا لا يعني أن هناك يجمع تقريباً ما يجمع على مغادرة القوات العراق شاهدت